تفاقمت أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية إذ اقترب أمس من سعر 13 جنيها وفي المقابل سبت البنك المركزي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 8 جنيهات و78 قرشا أمس السلاثاء وسط توقعات بتحقيق العملة الخضراء قفازات جديدة أمام الجنيه في السوق السوداء أزمة تفاقم سعر الدولار التي بدأت مع مطلع عام 2016 وصلت ذروتها خلال شهر رمضان الماضي حيث كسر الدولار للمرة الأولى حاجز 11 جنيها مع تنامي الطلب على تلبية احتياجات المستوردين من المواد الغذائية والسلع التموينية وواصل الدولار جنونه قبل أسبوع واحد للمرة الأولى في تاريخه ليسجل 12 جنيها وخلال أربعة أيام فقط اقترب الدولار من تحقيق سعر 13 جنيها أزمة العملة الخضراء ألقت بظلالها على السوق المصرية حيث يواجه المستوردون أزمة كبيرة وسط عجز البنوك عن توفير العملة الصعبة من النقد الأجنابي وفي المقابل ارتفعت أسعار كثير من السلع وبخاصة المستوردة بنسب مختلفة ويأتي في مقدمتها أسعار الكثير من الأدوية الحيوية كما شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية أيضا خلال الأسبوع الماضي محاولات المركزية لخفض نازيف الجني بدأت منذ مارس الماضي حيث خفض الجني بنحو 14% من قيمته في محاولة للقضاء على السوق السوداء وسط نقص شديد في العملة الأجنبية لكنها باءت بالفشل التام مواطنون مصريون لجوا مؤخرا إلى سحب مدخارتهم بالجنيه المصري وتحويلها إلى مدخارات بدولار تحسبا لموجة تضخمية في الأسعار خلال الفترة المقبلة وتآكل مدخارتهم بالعملة المصرية مما يزيد الطلب على الدولار مرة أخرى مخاوف كثيرة وتساؤلات أكثر حول استمرار المضاربات على الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري فهل يتدخل البنك المركزي مرة أخرى أم يصبح تعويم الجنيه أمام العملات الأخرى هو الخيار الأفضل